الرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة كان دق نقوص الخطر من تهديد بيئي عندما طلب مساعدة دولية وإرسال فرق مختصة في الإنقاذ والبحث تحت وطأة الأعداد الكبيرة من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر وصعوبة انتشال هذه الجثث. على الصعيد الذي واصل الفريق التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عملياته لرصد الأمراض والأوبئة في المناطق المنكوبة بعدما سير قافلة طبية ضمت عشرات المختصين في التعامل مع الجثث والبحث والتقصي. فمياه الفيضانات يمكن أن تشكل أخطارا صحية عديدة كونها تأوي طفيليات وبكتيريا وكائنات حية حاملة للأمراض. ما قد يهدد حياة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو تشكل خطرا على فرق الإنقاذ أو أي شخص يعود إلى منزله. نسأل سوية ونجيب ما هي الأمراض والأوبئة المرتبطة بهذا النوع من الكوارث والتي يمكن أن تشتت جهود فرق البحث والإنقاذ وتعبث بالمشهد الصحي والإغاثي في ليبيا. في المقام الأول تأتي أمراض الجهاز الهضمي كالكوليرا والتفؤيد وهذه أمراض معدية أيضا السلمانيلا وارتهاب الكبد. وهذه الأمراض تكون ناتجة عن شرب بياه ملوثة بالبكتيريا. أيضا الفيروسات تتجلى أعراضها في القيء الإسهال وألم المعدة والغثيان أو الجفاف المؤدي إلى الموت في حال تأخرت تدقل الطبي. فيروسات أخرى أيضا تنقلها أو ينقلها البعود والتي يمكن أن تتفاوت بين الخفيفة والشديدة. منها فيروس زيكا وحمى الضنك وداء الفيالقة كما يسميه علماء الفيروسات. وهي عدوى تنفسية تسبب الصداع ألام العضلات والحمى. أمام هذه المخاطر التي تصحبها كوارث طبيعية في الغالب تظل هناك طرق وقائية لتجنب العدوى. منها غلي الماء قبل شربه والتعقيم المستمر للمنزل والتخلص من أي أجسام لامست مياه الفيضانات. وتعزيز الحماية أيضا من البعود والابتعاد عن مناطق الخارج.